تسأل عن قضاء الصلوات تقول يعني هل يجوز قضاء الصلوات و كيف أقضيها فوزية بارك الله فيك بالنسبة لمن فاتته الصلاة على قسمين شخص نسي صلاة أو نام عنها مثلا فإنه يجب عليها أن يقضيها و ذلك لقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك هذا فيما يتعلق بنسيان صلاة أو صلاتين أو ثلاثة و النبي عليه الصلاة و السلام نسي الظهر و العصر و المغرب في غزوة الخندق فما صلاهما إلا بعد المغرب قضاء عليه الصلاة و السلام أما إذا كان الإنسان قد كان تاركا للصلاة في أول حياته أو كان مصليا ثم و العياذ بالله ترك الصلاة فترة من الزمن طويلة هل يقضي ما فاته أم لا قولان لأهل العلم القول الأول قال يقضي عليه القضاء وجوبا و أن ذمته مشغولة بهذه الصلوات و ذكروا مجموع الطرق لقضية الصلاة منها أن يصلي مع كل صلاة صلاة و ينوي بها ما فاتته في أول حياته أو في الفترة الزمنية التي كان لا يصلي فيها و من أهل العلم قال يجمع هذه الصلوات في أوقات معينة مثلا يأتي وقت الضحى و يصلي عن اليوم الأول خمس صلوات ثم يقوم فيصلي عن اليوم الثاني ثم يقوم فيصلي عن اليوم الثالث و هكذا حتى يصل وقت الظهر و في الليل مثلا أو بين المغرب و العشاء أو بعد العشاء يصلي بهذه الطريق و هذا قول عليه أئمة و عليه علمة و أدلتهم ظاهرة في مثل هذه المسألة القول الثاني و هو القول الذي يظهر و الله تعالى أعلم أنه الراجح و الذي أفتي به في هذا البرنامج و في غيره من البرامج الأخرى أن من فاتته الصلوات كثيرة كان تاركا للصلاة ثم تاب الله عليه أو كان مصليا ثم قطع الصلاة فترة زمنية ثم عاد لا يقضي لا يقضي و إنما عليه التالي أولا يواضب على الصلوات من الآن لأن مواضبته على الصلوات علامة التوبة الصادقة النصوح الثاني أن يندم على ما سبق وسلف و كان من تركه للصلاة و يندم ندم شديد فقد صح عن النبي صلى الله عليه و عليه وسلم أنه قال الندم توبة الأمر الآخر أن لا يترك هذه الصلوات مطلقا و إنما يحرص عليها و الحرص عليها يكون ببذل الأسباب و من جملة الأسباب الحرص على السنن المؤكدة الرواتب هذه لأن هذه خادمة للفريضة السنن خادمة لهذه الصلوات فيحرص على السنن القبلية و البعدية و يحرص على قيام الليل و يحرص على صلاة الضحى و أيضا يكثر من الأعمال الصالحة المتعدة نفعها لأن هذه سبب من أسباب تكفير الخطايا و السيئات مثل ماذا؟ مثل الصدق على الفقر أو المساكين كفالة يتيم صدق جاري إن كان عندهم مبلغ مالي بر الوالدين صلة الأرحام الدعاء للمسلمين كثرت قول أستغفر الله و أتوب إليه هذا هو الجواب